نجيب فتلة عادية وهنيجي عليها وهنعمل عقدة وهنشدها قوي هي هتوجع بس نربط جامد عشان نحبس الدم عليها صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو دي لكم فيديو جديد وهو الزواد الجلدية اماكن ظهور الزواد الجلدية رعبة او تحت الابط غالبا بتظهر برضو حوالين الزواد الجلدية دي حاجة مش مخيف طول ما هي ما كبرتش او ما تغيرش لونها فدي حاجة احنا ما نخافش طب اسباب ظهورها ايه نتيجة عوامل هرمونية تؤثر على الجلد ظهور عن طريق الزواد الجلدية طب احنا عايزين الحل طرق ازالتها ازاي طرقتين الازالة ليها طريقة الاولى عن طريق حبس الدم ما نخلهوش يوصل للجلد ده والطريقة التانية عن مادة روح الخل طريقة الاولى ازاي نعملها اول حاجة هنجيب شعرة حصان ليه شعرة حصان لان شعرة الحصان حمي ولما نيجي نعقدها على الجلد بتجيب نتيجة سريعة او قودة شعرة الحصان نعمل ايه هنجيب فتلة وهنيجي عليها وهنعمل عقدة وهنشدها قوي هي هتوجع بس نربط جامد عشان نحبس الدم عليها وفي خلال تلات تيام بالزبط هتلاقيها واقعة كويسة بتير جربتها انا معيها نتيجة فعلية وبتقع وما بتسيبش قصار مكانها اربع تيام بعد وقوحها بتحس ان مفيش اي حر حوالين العين بشعرة الحصان عشان دي بتبقى رفيعة واضاء ما تبقاش مؤسرة على العين طب الطريقة التانية روح الخلي ده بيجي من عند العطار او من الصيدلية وزيفة روح الخلي ان هي بتكوي نصيحة بلاش نستخدمها حوالين العين نروح الخلي لو نزل بعيد عن الاماكن المراد ان احنا نشيلها بتحرق منها فاحنا نبعد عن العين نهائي لو هنعملها هنعملها ازاي ما قلتلكوا في الطريقة الاولى نستخدم روح الخلي ازاي هنجيب روح الخلي وهنبل القطمة وهنحطها على الجلدة ازاي ده وحاول ان احنا ما نجيبش حواليها عشان ما تلسعش الكلام ده هنعمله لمدة اسبوع عميا ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجة فعليا وبكده يبقى احنا وصلنا نهاية حلقاتنا النهاردة انتظروا مني فيديوهات كتير ان شاء الله هعملها لكم او عايزين اي حاجة استاذينك تكتبلي في الكومنت تحت ولو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته